اجتمع سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر بعثة كازاخستان لدى الأمم المتحدة مع معالي سيد مختار تيلبو بيردي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كازاخستان وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين الجانبين التي تسند على أسس من الاحترام والتقدير المتبادل والسبل الكفيلة بالارتقاء بتلك العلاقات وتنميتها على كافة المستويات بالإضافة إلى منقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الأقليمية والدولية